لا زالت مدينة درنة ومنذ أكثر من عشرين شهرا ترزح تحت وطأة حصار جائر تفرضه عليها عصبات الكرامة الإجرامية في محاولة يائسة من هذه الميليشيات لإخضاع المدينة ذات المائة ألف نسمة لحكم العسكر بقيادته المتمثلة في مجرم الحرب حفتر المدينة تأثرت كثيرا بهذا الحصار فالوضع الخدمي ينحدر من سيء لأسوأ بسبب منع القوات المحاصرة لدرنة دخول الوقود ومشتقاته للمدينة كما لا زال يتعرض أبناء درنة للخطف على الهوية في البوابات التابعة لميليشيات الكرامة ولا توجد حتى الآن أرقام موثقة لمن تم القبض عليهم وتغييبهم في سجون سرية أما الوضع العسكري فتشهد بعض مناطق المدينة من حين لآخر قصفا عشوائيا على مساكن المواطنين من قبل القوات المحاصرة لها والعاجزة منذ أكثر من سنتين على اقتحامها رغم كل الدعم الذي تتحصل عليه هذه القوات لكن مجلس شورى درنة أوقف كل هجمات هذه الميليشيات وجعلها تجر أذيال الهزيمة في كل مرة تحاول اقتحام الزاهرة مجرم الحرب حفتر أصدر تعليماته لبعض من قواته في بنغازي بالتحرك ودعم الميليشيات التي تحاصر درنة لكن بعض قادة هذه القوات رفضوا الأوامر حسب ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ميليشيات الصعقة وبعض قيادات العواجير رفضوا أوامر حفتر فيما يراه مراقبون صحوة متأخرة من هذه القيادات لما رأوه من نزوات حفتر في حكم ليبيا حتى لو كان الثمن جثث الآلاف من أبنائهم